مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا بخير وأنكم تتابعوننا باهتمام وبجدية أولا نبدأ بتصحيح الوجب المنزلي الذي أعطيته لكم في الحصة السابقة وهو أنواع الجمل أعطيتكم مجموعة من الجمل عليك تحديد نوع كل جملة نقرأ الجملة نركز على أول كلمة ثم نعين الجملة الأولى يشكر المؤمن وربه دائما إذن هنا هذا المؤمن قام بعمل عمل الشكر بدأت الجملة بفعل إذن نسميها جملة فعلية جملة ثانية تتناول البنت الدواء ما هو العمل الذي قامت به البنت هو تناول الدواء إذن تتناول فعل بما أنه ابتدأت به الجملة إذن هذه جملة فعلية المعلم مخلص في عمله بما أن الكلمة الأولى ما نوعها هل هي فعل أما إسم المعلم إذن إسم إنسان بما أنه ابتدأت به الجملة فهي جملة إسمية الأسد حيوان مفترس الأسد اسم أم فعل الأسد اسم حيوان ابتدأت به الجملة إذن هي جملة اسمية التهم الجائع الطعامة التهم معناها أكل بشاراها إذن قام بعمل الالتهام أي الأكل إذن بما أنه ابتدأت به جملة إذن فعل جملة فعلية اليوم سوف نتطرق إلى الفعل الماضي تصرفه وقبل ذلك نتذكر بعض المعلومات السابقة أولا ما هو الفعل في حال ذاته الفعل هو كل ما دل على حدث مقترم بالزمن أي عمل وقع في وقت ما فالفعل هو عمل زائد زمن فنسميه الفعل وأنواع الفعل الثلاثة حسب الزمن الذي وقعت فيه لدينا الفعل الماضي ولدينا الفعل المضارع ولدينا الفعل الأمر اليوم سوف نركز ونتطرق إلى الفعل الماضي ترى ما هو الفعل الماضي ولماذا سمي الفعل الماضي إذن كل فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى قبل وقت التحدث يسمى فعل ماضي لا يمكن تغيره مميزاته عند حركته الأصلية الفتحة مثل صعدة استغفر وشاركة دائما في آخره فتحة كما أنه يقبل التاء المفتوحة في آخره مثل أكلت جلست تفتحت يمكن تصريفه مع الفعل دائما لازم يتصرف إذا كان يمكن تصريفه مع الضمائر لدينا ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب اليوم سوف أولا نعطيكم مفهوم هذه الضمائر قبل أن نبدأ في التصريف لدينا ضمائر المتكلم لدي أنا أقول أنا للمفرد سواء كان هذا المفرد مذكر أو مؤنث لدينا أيضا نحن نحن يمكن أن يكون للمثنى والجمع للمذكر والمؤنث أيضا ممكن مثنى معناتها إثنان يقول نحن سواء مذكر أو مؤنث أو جمع يقول نحن سواء مذكر أو مؤنث هذا مفهوم الضمائر المتكلم الآن سوف نتعرف على ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب نبدأ لاحظوا هذه البنت إنها تتحدث مع هذا الولد فتقول له أنت أي مفرد مذكر الآن للعكس هو الذي يتحدث معها فيقول لها أنت مفرد مؤنث عندما نتحدث مع إثنان مثنى نقول أنتما هنا أنتما عندنا اختيارات يمكن أنتما يكونان ولد وبنت أو بنتان أو ولدان للمثنى المذكر والمؤنث للمذكر والمؤنث نقوله عندما أتحدث لهما فالمخاطب أنتم أتحدث مع جماعة من المذكر فأقول لهم أنتم تفيد الجماعة المذكر أنتنى لدي هنا جماعة من البنات فنستعمل الضمير تعوضهن بأنتنى الجماعة المؤنث الآن سوف نتطرق إلى ضمائر الغائب معنتها غير موجود فانظروا إنها تتحدث عنه من مفرد المذكر فتقول هو الآن هو يتحدث عنها المفرد الغائب المؤنث فنقول هي المثنى الغائب نقول هما أيضا تفيد للمذكر والمؤنث هم الغائب أيضا جمعة المذكر تفيد للجمعة المذكر وأخيرا هنا للجمعة المؤنث ما معنى الجمعة عندما نقول جمعة المذكر أو جمعة المؤنث معنتها أكثر من اثنين ثلاثة فما فوق الآن كيف نصرف الفعل الماضي مع جميع الظمائر صرف الفعل لعبة في الماضي مع جميع الظمائر أقول أنا نبدأ بالمتكلم دائما أنا لعبت نحن لعبنا نبدأ بالمخاطب الآن أنت لعبت أنت لعبتي أنتما لعبتما أنتم لعبتم أنتنا لعبتنا ماذا تلاحظون يا أطفال أننا في كل فعل مع الظمائر المخاطب نضيف له آخر حرف من الظمير هنا شوف أنت لعبت تا تا تي تي أنتم لعبتم أنتم لعبتم أنتنا لعبتنا حتى تتذكروا الآن سوف نصرفه مع ضمائر الغائب نقول هو لعبه هي لعبت هما لعبا للمذكر للمؤنث نقول هما لعبتا لجمع المذكر هما لعبوا هن لعبنا هذا هو الفعل المضارع مع جميع الظمائر الآن نعطيكم واجب منزلي لتتدربوا ويمكنكم استعمال عدة أفعال أخرى نعطيكم فعل واحد وأنتم لكم من الأخر عليكم أن تتدربوا بكثرة صرف الفعل كتب في الماضي مع جميع الظمائر إلى هنا ينتهي درسنا اليوم الفعل الماضي أنكم فهمتم ما معنى مفهوم الفعل الماضي ومفهوم الظمائر المتكلم والمخاطب والغائب وكيف نصرف الفعل الماضي مع هذه الظمائر كيف نصرف الفعل الماضي مع هذه الظمائر إلى هنا أقول لكم في أمان الله ونلتقي في درس آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر